اشتركوا في القناة قلت لك ماذا تمثل كل من هذه القيم 10% من 340 75 من 200 50 من 486 الى اخرين اذا سنقوم بشرحها في هذا الفيديو ان كنت اول مرة تشاهدنا في القناة لا تنسى ضغط على زر الاعجاب وضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات ليصلك جديدنا اول باول اذا فلنبدأ على بركة الله ما قالك 10% من ماذا من 340 تلميذ اولا سنقوم بشرح هذه 10% مثلا 10% شا معناها معناها انها هي 10 على 100 او P بالمئة شا معناها معناها P على 100 اذا هذه هي النسبة المئوية اللي غاد نطرقوا لها في هذه السنة يعني كي يعطيك كي تضرو في 10% من نجيبوش نحن 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 بحسبوها مباشرة هذه هذه 10% نرجعوها على شكل كسر اذا شا قال لنا قال لنا 10% من 340 تلميذ اذا نوجد التلميذ اللي يمثلوا لي 10% من 340 اذا شا نكتبو نكتبو 340 في 10 على 100 اذا شا حال تعطينا هذه اولا شا حال تعطينا تعطينا 34 تلميذ ثانيا 75% من ماذا من مئتان اذا شا حال تعطينا اذا شا ندير دايما ندير مئتان نضربها في تلك النسبة المئوية اللي هي 75% 75% وقلنا نكتبوها 75% على 100 شا حال تعطينا اي مئتان قسمة المئة تعطينا اثنان اثنان في 75 شا حال تعطينا تعطينا عشرة مئة وخمسون اذا يعطينا 550 دينار جزائري اذا هذا بالنسبة الى السؤال الثاني ولا الفرعة الثانية اذا ننتقل الى الفرعة الثالث الفرعة الثالث هي قالك 486 ساكن 486 ساكن في 50 على 100 اذا شا حال تعطينا كنجي نحسبها بالحسبة لو لا نحسبوها نضرب 486 في 50 قسموها على 100 تعطينا مئتان 40 هذا بالنسبة الى السؤال الثالث الفرعة الاخير اللي هو الرابع يليك 95 مترشح من امتيحان 100 بالمئة جازو الامتيحان شا حكي من المترشح هذه حاجة سهلة اذا تعطينا 95 مترشح نحسبوها تعطينا 95 في 100 على 100 شا حال تعطينا 100 على 100 تعطينا واحد اذا تعطينا 95 خامسا لاحظ قال لك 20 بالمئة من الشات 20 بالمئة من 45 شات اذا هي ماذا اذا 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 نكتبو نكتبو 45 في 20 على 100 اذا 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 نحن نضربو تعطينا 900 900 على 100 تعطينا 9 من الشات اذا واخيرا لاحظ قال لك 50 كيلوغرام من ولا 0.1 بالمئة من 50 كيلوغرام اذا نشا نديرو نديرو 1 على 100 اذا 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 0.5 وهنا وصلنا الى نهاية هذا الفيديو نتمنى انكم قد استفدتم من هذا الحل لا تنسى ضغط على زر الاعجاب وتفعيل زر التنبيهات وضغط على زر الاشتراك ليصلك جديدنا اول باول وهنا وصلنا الى نهاية هذا الفيديو اذا ضمتم برعاية الله وحب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة